بما أن النهار ده أول يوم في الشهر الكريم فطبعا كلنا أكيد محتاجين نعرف إزاي نستغل الوقت الغالي ده بطريقة صحة نعرف إيه هي الأعمال المستحبة وإيه هي الأعمال الغير مستحبة نبعد عنها نعرف إيه الحاجات اللي احنا لازم نلتزم بيها في شهر رمضان الكريم إيه الحاجات اللي نقوم بيها روحنا وأخلقنا ودنا ونتمسك بيها ونلتزم بيها خلال الشهر الكريم وكمان ما بعده بإذن الله يا رب العالمين كمان عايزين نقرب أكتر من ربنا وعايزين نعرف بيت سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام في رمضان شكله كان عامل إزاي والدنيا كانت بيحصل فيها إيه في الوقت ده كل ده هنعرفه من ضفتنا اللي من ورانا في استوديو النهاردة طبعا الضيفة العزيزة الغالي على قلوبنا جدا جدا قال دكتورة نيفين مختار قال دعاية الإسلامية أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك والمشاهدين أهلا بيك يوم نورانا وكل عام وحضرتك بألف خير وسعادة رمضان كريم كل عام وحضرتك طيبة والمشاهدين بخير والأمة الإسلامية جميعا بخير ويمن وبركات أعاد الله علينا رمضان جميعا بالرحمة والخير والبركات إن شاء الله أمين يا رب دكتور في البداية طبعا كنت عايز أعرف من حضرتك إزاي نستغل الأيام الغالية الثمينة دي كويس في طاعاتنا وعباداتنا إزاي نحسن من نفسنا في أيام شهر رمضان المبارك جميل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله بداية إحنا كده في أول رمضان الناس كلها لسه خارجة من شهر شعبان الله أعلم عملت فيه إيه في ناس حضرت لشهر رمضان ما بين القرآن ما بين التعاطي تعلمت إنها تصوم وتمرنت على الصوم وفيه ناس لسه دخلة هب كده هب كده ده هيقع شوية وهيتعب شوية ودول غالبية الناس اللي بتعملهم اللي هو بينام طول النهار ويقوم قبل الصلاة قبل المغرب الفطار ويصلي دهر وعصر قابليها بخمس دقائق أو ما يصليش خالص ده غالبية الناس بتعمل كده وأنا مش عارفة ليه إنما عشان إحنا نستغل نفحة من نفحات ربنا وشهر كريم ربنا ادنا فيه كل الخيرات مضاعفة الحسنات الشياطين مسلسلة ومصفضة أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مقفولة ودي مزايا مش موجودة في أي شهر تاني يبقى لازم في الحالة دي نستغل هذه المنحة الربانية أو هسميها كده زي ما بيقولوا ايه نفحة ليه عشان سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن لله في أيام الضهر لنفحات حاجة كده من عند ربنا النفحة دي يكون ايه رحمة مغفرة قد قمنا النار رفع درجات رضا من ربنا علينا ألا إن لله في أيام الضهر لنفحات ألا فتعرضوا لها يعني اشتغلوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا تخيالي بقى لو أصابتنا نظرة رضا من الله سبحانه وتعالى وإحنا بنبكي بدموع عنينا وإحنا خاشقين لله سبحانه وتعالى وإحنا بنشتغل وبنموت نفسنا ده مجموعة من الناس مجموعة تانية بتنزل تصحر برها وتخرج فيه أماكن فيها موسيقى وتقعد طول النهار تعمل في عزومات وقفة في المطبخ وما تختمش ختمة واحدة وأنا بقى أقولك من واقع أسئلة وحاجات بيجيلي تختمش ختمة واحدة في رمضان كله في شهر رمضان وتقولك ملحقتش ملحقتش إزاي وفي حد تاني بيختم له أربع خمس ختمات ومركز وبيتخشع وهو حتى في شغله بيقرأ في المواصلات بتقرأ بيسبح بيذكر ربنا كل واحد بقى قدرته حسب ظروفه يعرف يشتغل إزاي فإحنا عندنا بطارية بطارية كاملة جدا وفول تشارج طول شهر رمضان عشان تدينا على 11 شهر البقيين لما بقيت 365 يوم يا ترى هنعرف نشحن البطارية كواس جدا جدا من أول يوم عشان نخرج من شهر رمضان إخلاقنا متغيرة طبعنا حلوة بنسامح بعض بنصل لرحمنا بنعمل أعمال كويسة وتعودنا على الصدقات وتعودنا على الصوم ونصوم 2 وخميس بعدها ولا دخلنا زي ما خرجنا تفرق كتير طبعا طيب فيما يخص النية هل تجديد النية في شهر رمضان واجب لازم يتعامل كل شهر وازاي بيتعامل يا دكتور طيب بص حبيبتي نية صيام شهر رمضان انقسم فيها إلى قسمين الملكية قالوا يكفيني أن أنا ليلة رمضان أصوم أنوي الصيام بتاع الشهر كل نويته صيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تمام يكفيه عندهم لأن اسم رمضان هو اسم الشهر كامل تمام يا جماعة النية تبيت قبل الفجر إنما السنن مش مشكلة ممكن الصبح أقول أنا ما عنديش أكل أنا هصوم النهاردة لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده عندك أكل يا عائشة فتقوله لا يقول لا خلاص أنا صايم يجي من بره يلاقي فيه أكل خلاص أنا هفتر النهاردة يبقى هنا ممكن النية أغيرها فين في السنن لكن في الفرائض وخصوصا شهر رمضان لازم تبيت النية قبل طلوع الفجر فدي مهم أوي أنا ما نوتش نسيت أنا نوت بس قبل رمضان وكل يوم بنسى ساعات أيام بقول وساعات أيام بنسى كون إني أيما بحضر الصحور دني طب كويس حلو كده ولا حضرت الصحور ولا عملت أي حاجة يا دوب خدت كباية مية اللي حقت أشربها علشان قبل أزم كون إني خدت كباية المية علشان عارفة أني بكرة حصوم صيام وإني حصوم دني صح يبقى الأمر المفتوح وواسع بس لازم إيه ننوي فعشان كده بيقول للناس أهم من النهاردة إنه صيام الشهر كله اللي باقي إيمانا وحد سابة لله وكل يوم قبل الفجر جددوا جميل جميل فعلا علشان يعني نبقى حتى كمان مؤمنين حاسين إن احنا عاملين اللي علينا سواء من قبل رمضان أو كل يوم نبقى احنا عاملين اللي علينا طب لو في حد بيعمل زنب ومش عارف يتخلص منه إزاي يتخلص منه دكتور لا هو ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسي احنا متفقين على ده هو في حاجة اسمها أنا لو كان ربنا عايز يهديني كان هدني لو كان ربنا عايزني ما عاملش مبقات كان خلاني ما عاملش أنا فين مخي وأنا فين إرتي وأنا فين عقلي وفين قوة العزيمة وقوة الإيمان لازم أغير من نفس مهما كان الزم وهل يا ترى ربنا هيقبلنا مهما عملنا ربنا قال لنا كده قال انتوا رجعوا بس وتوبوا وأنا هغفر لكم كل حاجة وهل توبتي دي لو كانت توبة نصوحة بجد تغفر لي اللي فات ربنا قال لي كده برضه قال لي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ما لهم بقاء فأولئك يبدلوا الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم يعني فعلا ممكن ربنا يغفر لي كل اللي فات طيب خلي بالكم المفاجأة دي رمضان إلى رمضان ويكفر اللي بينهم والصلوات إلى الصلاة وتكفر اللي بينها والعمرة إلى العمرة تكفر اللي بينها جميل فإحنا إن شاء الله لما يكون عندنا زم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخلص دي بس أصل الزم ده ليه شروط لازم أكون أنا ندمانة فيها لما أنا هتخلص منه إزاي مهطول مانا الزم بواخدني وأنا مش يعني أنا رادية بصراحة اللي بعمله فلما أنا رادية يبقى أنا مش تايبة إلى الله ومش راجع وعمل ما هعرف أطلع منه لازم أتداهي من نفسي صح وأقول أنا إزاي أعمل كده وحاول قدر المستطاع إن أنا أتخلص من هذا الزم وإني ليه شروط لازم أعملها إيه هي أول حاجة الندم على إن أنا عملت كده يا ليه كده ليه كده عملت كده كل ما أفتكر صح بصيه كده يعني ده حاجة وحشة قوي أتداهي من نفسي الندم ثم العزم عزما أكيدا صادقا ألا أعود إلى تلك المعصية أبدا طيب فيه شرط ثالث أيوة ما هو ندم وعزم فيه حاجة اسمها إقلاع عن الزم مش كده صح ولا أنا هقول كده وبعدين لسه بعمل الزم أكمل بقى ما ينفعش فلما أعملت ثلاث حاجات دول وأبكي بدموعنا يا وأم أصلي كده ركعتين توبة إلى الله وبابكي فيها وبقول يا رب سمحني يا رب غفر يا رب أنا بين إيديك حالي يا رب لا يخف عليك ربنا بيقضل وسلم لو دموعي نزلت هستشعر كده حاجة ما حستهاش قبل كده صح عارفة اللي هي إيه أولا نعايزين نسجد عشان ده أقرب ما يكون العبد من رب وهو ساجد طبعا وإحنا نصلي ونسجد ندعي ونحاول ما نقومش من السجد إلا ما نبكي ونبسى صالحنا بقال إن لم تبكوا فتباكوا يعني أبكي حتى على حالي إن أنا وصلت للمرحلة إن مش عارفة أبكي ودي نقطة مهمة جدا إن أنا لازم أعملها إذا عملت كده واستعنت بالله هيعني إن أتخلص من الزم لأن ربنا شايف من الصدق إنما النقطة المهمة اللي غفل عنها الناس إن أنا لسه متمادية في الزم بقوله يا رب أنا عايزة أقلع عن الزم بس مش عارفة فكرتيني بمرة وأنا بعمل في الحج وأنا بطوف لقيت حد بيقول إيه وهو جنب في الكعبة كده يا رب إن كنت عايزنا بطل السجاير خلينا بطلها إن كنت مش عايزني يا رب ده حاجة ترجع معقول هو ده الإقلاع عن الزم اللي هو بيعمله هيبقى بالطريقة دي أكيد لا لا أنا استغربته والله ومشيت وقلت ده فيه حاجة غلط فيه مشكلة صحيح طيب برضو كافية المحافظة بقى على صلوات النوافل وصلوات التراويح تبقى إزاي دكتور؟ أنا عايزة أقرب عايزة أقرب من ربنا صح صح إيبقى هقرب إزاي إلا لما أنزل أصلي وأخشع وراء الإمام وياريت ما خدش معايا مصحف عشان أسمع القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا خليني أسمع وأركز فيه عشان طول ما أنا بقرأ كده فيه وأنا ما اسكى المصحف مش هركز خالص ولا هقشع ولا هحس حاجة وانسي إن أنا خشعت مرة واحدة في صلاة التراويح في بدايته حلقي نفسي حاب بروح تاني يوم وحس إن أنا في صلاة الجماعة وتتنزل علي الرحمات من الله سبحانه وتعالى ويبقى دعاءنا إن شاء الله لما رفع إيدي وراء الإمام مقبول وارجع بشخصية تانية خالص فده هيخليني إن أنا أقدر أنا كمان لوحدي أصلي وأعرف إن أنا صلاة الفرد في شهر رمضان بسبعين في غيري وصلاة النافلة بفريد تعد الفريدة في غير رمضان فكل ركعتين نافلة حيسوي فريدة برا شهر رمضان فيبقى أنا كده كإني بتقرب 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 إلى الله بأعمال خيرة كتير وحيخليني أعمل نوافل طب من ضمن النوافل الصدقات طبعا ماشي؟ طبعا أنزل وأطلع واستشعر ودي للغلبان والفقير وأحس إن ربنا بيتقبل مني إنه خلاني أوجد الفقير ده في سكتي عشان أديله الحسنة دي القرآن أقرأ القرآن وبعدين بقى بلاش كله عبادات عبادات فين أهلي وفين بر الولدين وحاضر وطيب وقيمة مهمة جدا في رمضان إن إحنا نتعاون مع بعض ليه ماما تعمل كل حاجة في رمضان ليه ماما تقوم تخسل وتحضر الفطار وتطبخ وتشيل الأكل وكله قاعد مستني لما هي تخدمهم قيمة التعاون ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى أهو بره وتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فده ناخدها من باب بر الوالدين ومساعدة الأسرة ومساعدة بعض إن ربنا هيأجرنا على النافلة دي خير الجزاء طبعا طيب بما إننا بنتكلم عن الموضوع ده وعن صلاة الترويح هل أفضل للست إنها تؤدي صلاة الترويح في البيت والله بصي الست صلاتها في بيتها دي أفضل حاجة أفضل شيء ممكن يتخيله أي إنسان لكن سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله فأنا مقدرش أقول لها ما تروحيش بس لازم تروح بشروط تلبسها كويس عباية بقى سابغة مش متعطرة مش ملفتة مش حطة لي بعد الفطار ميكاب لا لازم تكون يعني إيه هندمها كويس عشان صرف تخش المزج وتحضر صلاة الجماعة وتاخد السواب مفيش أي مشكلة لكن لو لقيت نفسها إنها مش الستايل أنا أحكيه ده وإنها شكلها فيه فتنة أفضل لها بقى تصلي في بيتها في بعض السيدات تحب تتعطر مثلا وهي راحة المسجد ولكن بالمسك يعني بالزيوت العطرية اللي هي مش بارفنات تحطها في الهدوم من جوة مش الهدوم البخارجية وانا رحتي حلوة كده طيب تحطها في الهدوم الداخلية مش الخارجية وبعن تلبس العباية بتاعتها عليها تقوم تكتم الريحة إنها ما تطلعش كده بقت هي رحيتها حلوة وهي وقفة تصلي جنب اللي جنبها مش شمة منها أي حاجة تؤذيها وبالتالي إحنا ما أخلفناش ولا عملنا أي حاجة رحتي نضيفها ورحتي متعطرة حلو لكن مش بأز حد ولا بجيب لنفسي شبه ولا باخد زنب عشان مثلا المساجد دي لها أداب لما تفكرناها تروحها لازم تروحها بأداب بس أنا عايزة أن أشهد الناس من هنا يعني اللي بيأخذوا الأطفال معهم في صلاة الترويح اللي عندها سنة وسنتين وفضلك صلاتك في بيتك والله العظيم أفضل عشان بتأزي كل الناس ومحدش عارف يصلي من الأولاد واللي بيصرخوا واللي بيصوتوا حرم عليك رحتي خدت كام دعوة من الناس مش كويسة لو قدرت فيهم تودي الطفلة عند ماما أو جرتك حلوة أو تعال لكن إنك تأخذ الأطفال دلو تأزي الناس اللي حواليك مفيش دعا من سنة كامة بدأ عود ولادي إن هما يحضروا معايا في المسجد أو إن هما يروحوا مع ولدهم في المسجد الدكتورة صل مميز أو فتاة مميز مميز يعني إيه اسمع الكلام خمسة ستة سابعة ماكسبام على حسب شقاوة الطفل أنا أعرف طفل عنده ست سنين ما شاء الله لقوة إلا بالله عندنا في المسجد هنا ما شاء الله يعني يعني انكرهنا في عشتنا فعلى حسب الطفل هو بيميز نفسه من شقاوته يعني من شقاوته يبدو ريد يهدي يا رب اللهم أمين ومش قادرين نمنعهم من المسجد عشان إيه يعني منعه النهاردة مش هيجي بكرة صح لما يكبر هو ده لأنا كنت أصده بسؤالي إنه الولاد لازم برضو يعرفهم ده مكان جميل يحبوه بس ليه احترام ويرتبطه بيه بالزبط بس ليه اداب وليه اداب لما تخش بيت ربنا ده مش ملعب ولا نادي صح مش الناس بتصلي وإنت رايح تجري قدام الناس وهي بتصلي وبتاخد الماء وتدلقها على رجل يعني لازم برضو فيه اداب للمسجد صح عشان ده بيت ربنا له احترام واخر طبعا نروح لست البيت واللي احنا يمكن اتكلمنا عنها في أول سؤال حضرتك جاوبتين عليه ولكن سريعا ست البيت اللي دايما بتبقى مشغولة في تجهيز الأكل تجهيز الفطار تجهيز السحور وما بتعرفش تؤدي كل فردها أو ما بتعرفش تقرى قرآن تلحقش تختم ختمة هل يعني حسابها بيكون عامل ازاي دي ست كل بتؤجر على الأعمال دي ست الناس كلها دي أولا وغد سواب افطر الصائمين ايه دا يا دكتور دول أهل اللي بيتها افطر صائمين جميل ثانيا هي وهي وقفة ليه لسانها عطلان عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن الاستغفار كل دي حاجات تديها حسنات حسنات مضعفة وتحتسب أجرها وانا هعلمهم حاجة يقولوها من أول رمضان هون ان شاء الله من بكرة الصبح يقولوا الأول ما تقول منهم اللهم اجعل جميع أعمالي وطاعاتي وعباداتي وعاداتي ومعاملاتي طاعة لك وفي سبيلك يا رب العالمين اللهم اجعل جميع ومش مهم ترتبهم اللهم اجعل جميع أعمالي وطاعاتي وعباداتي وعاداتي ومعاملاتي طاعة لك وفي سبيلك يا رب العالمين الطبيق ده طاعة لله إن أنا بحضر الصفرة طاعة لله رغم إن أخش الحمام دي طاعة لله بس وأنا دخلة أسمي اللهم إني أعوذ بيك من الخبص والخبائس برجل الشمال وأنا خرجة أقول غفرانك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كل حاجة إنهم أهعادة بقى طاعة لله وعبادة العبادات اللي بعملها طاعة لله الطاعات اللي بقرب بها صرط الأرحام ومساعدة الناس طاعة لله فيما الدعاء اللي بقوله الصبح ده خلى اليوم كله 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 اللي فيه طاعة لله نؤجر إن شاء الله عليه إنما المرأة ستة كله وستة الناس دي بتاعت اللي بتقف في المطبخ دي ستة الهوانم كلها طبعا وإحنا بنتكلم عن العزمات في نسي تعملوا عزمات مهولة وبيتهضر منها قتل كتير هل ده حرام ولا حلال؟ الشيقة الأولاني ولا الشيقة التانية العزمات المهولة لتنين لا الشيقة الأولاني مش مسموح له في رمضان أي حد يعمل الكام المهول ده لأن رمضان مش شهر أكل ده شهر عبادة فلما تقولي لي كمية العزمات دي أقولك أنت فيهمتي مغزى رمضان غلط فحضرتك هي عزومة لأهل الزوج ووحدة لأهل الزوج وكفاية أنت بتوع المهولة إنما أنا شخصين بنعمل لكل واحدة بس ونتعبت بقية الشهر عزومة للعيلة كلها إنما اللي مش قادرة العدد كبير عليها تقسمها على اتنين أهل الزوج واحدة وأهل الأم أو الزوجة التانية إنما الجزء التاني اللي هو بقى الأكل اللي بيتهضر مظبوط ليه؟ ما أنا أقدر أجيب الطباق وأحط فيها بقية الأكل وأعمل وجبات وتاني يوم أدخلها الفرن التسخن وبعدين أخدها وأنزل أطلحها في سبيل اللي أطعام صايف لو كانت نهيتي كده بقى الأكل ما حدش أكل ورمى طب لو حد كان سايفه طبقه وده واكل منه معنش ممكن نديه حد عامل بسيط ولا بتاع كده لكن الحاجات التانية ممكن نديها للناس اللي هي مثلا العمرة اللي جنبي الجار الفقير فهمها قصدي؟ طبعا يعني اللي هو عنده تعفف ومش قادر وعارف أن أنا عندي عزومة مثلا فأنا ممكن القطعة زي ما هي اللحمة الكفت أيا كان زي ما هي خدتها بس من الطبق حطتها في طبق نظيف تاني وحطت جنبها شوية أي حاجة وقدمتها وقفلت الطبق جميل جدا كانها مغروفة مخصوصة جميل جدا ومعمولة مخصوصة جميل جدا إنما أنا لما شوف واحد عامل القمامة في الشارع وبيدور فيه صندوق القمامة علشان يطلع أكل يأكل طب ليه طب ما أنا أديله حتى وإن كان الأكل كان فايد لكن أعمله بطريقة حلوة سخنه واددوله وحطله جنبه قلبة عصير ولا حاجة ويبقى أنا خدت السواب وخدت الأجر إن شاء الله طبعا إن شاء الله بإذن الله هاستاذ الحركة دكتور نيفين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك فاصل سريع لسا مكملين معاكم حلقتنا وبما إن النهاردة أول يوم رمضان لسا برضو مكملين معاكم فاكرتنا مع دفتنا العزيزة قال دكتورة نيفين مختار قال دعاية الإسلامية كنا نتكلم قبل الفاصل عن الأكل المهدر يروح فين ومين الناس اللي ممكن يقدروا ياخدوا أو نقدر نديهم الأكل المهدر وهل الأكل المهدر ده يعني على حسب شكله على حسب كمان طريقة التقديم لو ينفع إن هو يتقدم في الفاصل سألت الدكتورة لو الأكل ما ينفعش إن هو يتقدم وشكله صعب قوي يعني حتى ما ينفعش إن أنا أكسف إن أنا حتى أديه حد غلبان قوي ممكن أعمل فيه إيه الأكل ده هل ممكن أديه للحيوانات مثلا؟ آه طبعا طبعا تتذكري معايا حديث المرأة بغاء دخلت الجنة في كلب سقته ووحدة تانية دخلت النار في هر حبستها لهي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض شفت إزاي؟ يبقى حتى الحيوان إحنا مأمورين لما نلاقي حيوان جعان مش ممكن ما أكلوش فطبعا أنه ما أكثر القطط والكلاب الضالة في الشوارع ما أكثرهم فأنا لو جيت على جنب صندوق القمامة اللي هما بيبحثوا دايما عنه وخدت الأكل ده في طبق كده من البوائل اللي اطبق لها الأيان كان نوحة وحطيته جنبه في سواني هتلاقي الحيوانات هتأكل إذا الأكل بشرط أحتسب أجري عين ضالة جميل إطعام إطعام للحيوان جميل جدا جدا يا دكتور طيب لو هنتكلم عن سواب إطعام الفقراء بقى في رمضان طعام إطعام في رمضان سوابه وزي سوابه يعني في الأيام العادية هل يقرنوا ببعض لا هو بصي هو شهر الرمضان طبعا عشان ده شهر الصوم والعبادات والناس كلها بتبقى حبة إنها تصوم في يعني مش بتعود على الصوم مأمورين طبعا بالصوم بس في ناس ما بتصومش أنا بشوف ناس ما بتصومش وبيداروا كده وراء العمرات والواقف يدخل والواقف يعمل لكن كل واحد بيحاول يلتزم على قدر المستطاع عشان دي عبادة هو مأمور بيها طيب مدام أنا مأمورة بالصوم ومدام أنا عارفة إن في ناس صايمة لكن مش قادرة تشتري الأكل ومش قادرة تاكل لو أنا أطعمت الناس دي الطعام بعد صيام لله سبحانه وتعالى هل سوابه زي اليوم العادي اللي أوزع فيه أكل أكيد لا صح؟ لأني فطرت الصايم فليه نفس الأجر غير أن ذلك لا ينقص من أجره شيئاً ليه نفس الأجر كأني أنا صمت بالظبط بس أنا صايمة برضو عشان كده بنقول إيه؟ حاولوا تطلعوا إطعام الطعام عوارة عن إفطار الصايم بنيت إفطار صايم طب إفريدي يا ستي أنا بقى ما لحقتش حد على الفطار وطلعت بالليل لناس أحتسب أجري أنه إطعام طعام لأنه لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة قال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام وفي رواية فيها وصلوا الأرحى فإحنا عايزين إطعام الطعام في رمضان نعرف أن السوابه كبير وإنه إفطار صايم أو إطعام طعام بالليل حتى الطعام يا ستي بتاع بالليل ده كأنه صحور يتأود به للصيام لتاني يوم هنأخذ أجر وأجر كبير إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سؤال ستيت كتير دايما بتسأله يمكن من السنة للسنة لازم السؤال ده يكون معنا بس بنحب دايما نجاوب عليه برضو علشان العرائس الجداد واللي لسه أول سنة ليهم وأول رمضان ليهم السنة دي وقفين في المطبخ إن إحنا ندوق بالسنة وإحنا صايمين الأكل ملوحته عاملة إزاي أو كده هل ده حرام ولا حلال لا هو مش حرام بس مكروه مكروه ليه؟ عشان أنا ممكن أنسى وبعد ما دوق حد ينده علي روح بلع فنعمل في نفسي كده ليه وضيع اليوم قبل الفطر بخمس دقايق أنا متعودة الست الشطرة متعودة على مقدار معين وعارف ويريت تطبخ الحاجتها قبل رمضان كلها ناس كانت تطبخ يعني قبل ما نخش في شهر رمضان لكن في العموم يعملوا الأكل من بالليل ودوقوا من بالليل وسووا ساعة الفطر وحطوا في تلاج يعني من بعد الفطر النهار ده يعملوا أكلهم بتاع بكرة ويحطوا في التلاج ويسووا بكرة فتبقى هي دايقة الملوحة بتاعتها أو الحدوء بتاعتها والله أنا بسأل السؤال ده يا دكتورة لأنه أنا فاكرة أيام يعني في أول جوازي خالص أول رمضان عد علي أنا مش من الناس اللي بدوق أنا بشم بس كنت بفكر فعلا الناس يعني علشان الواحد لسه مش في مباخو اللي كان تعود عليه اللي هو أيام ماما وبابا والبتجز هو هو الكلام في حاجات فعلا بتبوص أو مش بتصبط من العرائس أو من اللي لسه حديث الزواج لا حاجة خلقل لها لو مضطرة أنك تدوقي روحي على طول المضمضي ونزلي اللي انت دوقتي بس بس خليكي بس خليكي وعية أنك دايقة أكل علشان لو عندك عزومة أما لو ما عنديش عزومة فما فيش مشكلة إيه المشكلة لو تلع ناقص ملح ما احنا هنحط الملح صح مهم ما يكونش الملح زيادة صح يعني خلينا في الأحوط يعني جميل طيب حكم اللي بيصوم ومش بيصلي ما شاء الله صيامه من غير صلاة هو صيامه مش صالح لا صيامه صالح هو الصلاة الركن التاني والصوم الرابع أيهما يعني أشد الصلاة ولا الصوم الصلاة لأن هي أول ما يحسب عنها العبد يوم القيامة مسبوك لكن هما بيصوموا وما بيصلوش عشان خايفين مرعوبين ليه من أفطر يوما فيه رمضان بغير عزر لا يكفيه صيام الظهر كله وإنصامه الظهر كله ده قدقية 365 يوم السنة العام تخيالي يوم من غير عزر هيصوم قدامه 365 يوم لا ما يصوم ويخلص نفسه صح لأن دي العبادة اللي ربنا اخترها لنفسه اللي هي الصيام الصيام دي مش أي عبادة ده ربنا ساب العبادات كلها اللي هي برضو ليه لكن قال كل عمل ابن أدم له يعني سوابها ليك أنا بقى اخترت الصوم ده ليه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإذا كان الجزاء من الله فكيف يكون كبير إن شاء الله فاللي ما بيصليش ده لازم نقوله أنت بتنكر فردية الصلاة ولا عارف أن فيه صلاة بدلينك بتصوم هو بس متكاسل إذا كنت متكاسل فأنت في عرف الدين فاسق عايز تبقى فاسق طب صيامك صحيح ولا لا صيامك صحيح لكنه ناقص السواب أنت هتستوي مع اللي بيصلي لا طبعا طب واللي نايم طول النهار في الصوم هيستوي مع اللي صاحي وبيشتغل لا طبعا فما بالك واحد صاحي وبيشتغل وبيجاهد وبيشتغل في أماكن حر وبيصلي الصلاة على وقتها كل ده سواء باللي نايم طول النهار ما بيصليش لا طبعا لا طبعا طيب السؤال اللي جاي السؤال مهم جدا هم سؤالين الحقيقة يا دكتورة طبعا حكم وضع العطور والمكياش في رمضان وحكم الغير محجبة أثناء سيام رمضان وانا طبعا بتكلم وأنا موجودة قدام حضرك وعايزة أعرف الحكم ده وهلا الله طبعا أكيد الله ينظر إلى كله بنا بس إزاي بنتحاسف في الوقت طيب بصي حبيبتي حريك الشغل بصي بالنسبة للعطور هي مش هتفسد الصوم لكن ما تكونش فواحة ونفزة تمام خليها زي ما قولنا من شوية في نفسنا وانها متعديش كمان الانف عشان ما نشمهاش فيخش انتحسي بسكر كده أو حاجة لازجة في الزور تمام طيب ده بالنسبة للعطور بالنسبة لإيه تاني حتى سألت السؤال وضع المكياج المكياج اي شيء ملفت للنظر في رمضان وانا هجزب بين ناس ويبصلي انا هاخد زنب وبيبصلي ليه يعني لو الشكل بسيط كده زي ما احنا عاملين ومفيش اي حاجة ومش حطين ميكاب ده جميل جدا طب ليه المكياج في رمضان ده شهر عبادة يا جماعة ركزوا فيه في العبادات ده ما اي حاجة تبقى ملفتة للنظر وبعدين الروج الروج لو اتحط في نهار رمضان طب ما انا صايمة انا عملت كده ما انا ممكن ابلعه فهم اصدي ممكن الطعمه يبقى في بؤي ايه ممكن يفطرني اه فيبقى احنا يعني نبعد الشبهة دي عننا تمام ده جزئية تمام الجزئية التانية بقى بتاعت الحجاب الحجاب حضرتك بتقوليلي هل انا وانا بالحجاب سيامي مقبول ولا مش مقبول لا مقبول زي وزي دون الحجاب وانا من غير حجاب ايه صيامي مقبول ولا مش مقبول مقبول انما هل انا مش مأمورة بالحجاب وانا الحجاب ده فرد فرد زي وعامل زي الصلاة كده سواب ناقص انما ربنا اللي بيقبل العبادات لكن نسأل الله ان البنات حتى اللي مش محجبة في شهر رمضان حتى تحط طرحة وهي كده بس صايمة خلاص دخلت الستوديو وابتليتي بهذا الامر هتسجلي او هتصوري هتعملي ايه بس حتى حرمة الشهر اللي احنا ايه ماشيين فيه الطرحة بشكل جميل يمكن ربنا يحب بشكلك بعد كده لان نفسك اتحجبتي على فكرة اكم من الناس والمزيعات لبسوا الحجاب بقوا امر اكتر من غير الحجاب طبعا ان شاء الله عليهم ربنا اكتبها لنا يا رب الله بإذن الله يا رب ان شاء الله طيب هل يا جوز الستة الحقد انها تقرأ القرآن في رمضان طيب هو ربنا سبحانه وتعالى منع عنها الصيام منع عنها الصلاة منع عنها الحاجة دي كلها طب هي عايزة ليه تقرأ القرآن في رمضان علشان تكمل الختمة بتاعتها ايوه صح كده تقرأه من الموبايل تمام من الموبايل خلاص يعني ما نقولش انها تمسك المصحف لان المصحف ده هتمسكه وهي حائط بحائل لما تكون بتتعلم بتدرس في حلقة القرآن عندها امتحان وبرضه بحائل لكن في الامر الطبيعي هي حائل بس ليها ختمة عايزة تعملها وتكملها فيش مانع ابدا انك تقرأي من الموبايل التقناية الحديثة بتاعتنا طبعا وبعدي خالص عن المصحف نفسه القرآن كله موجود ومشكل على جوجل وفعلا ومش عايزة مش عايزة تخرجي من تخش في الشبهات بلاش القرآن دلوقتي خلي الورد بتاعك اللي انت بتعمليه كل يوم انت كل يوم بتعملي ايه انا حفظة صورة الملك انا حفظة صورة مثلا الرحمن انا هم دول اللي بقولهم كل يوم وليهم من لسانك كده كورد في فترة الحيد وبقية الاوقات ذكر 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 وصلاة صلاة صلاة ما تأخذي صوتك بالك طيب معلش يا دكتور عشان حتت قرآة القرآن من الموبايل دي في الفترة دي في ناس اختلفت عليها لا اقصت بصوت ولا في سرها ايه دي الحتة بتاعت الاختلاف اللي هو ما تقريش بصوت يعني عايزة تقري من الموبايل وانتحاق هو القرآن اصلا ما بتقريش بالعين لازم مجرد احرك الشفايف حتى لو ما طلعت الصوت تمام احرك بس الشفايف او لكن انا حتى قلتلك دلوقتي عشان تخرجوا حتى من الشبهات خليها تقول اللي هي حفظة الورد بتاعها الحفظة صورة الملك صورة الرحمن صورة الواقعة بيقول حفظين كده حاجات بيقولها كل يوم كم مرة قل هو الله احد وهكذا وتستغفر وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقى دور ده عملته خلاص عدوه السلام طيب الامرأة الحامل حكم سيام الامرأة الحامل الامرأة النسلة والدة والامرأة اللي بترندع طيب مين مديها تفطر لازم طبيب مسلم حاذق يعني متدين شاطر هو اللي يقولها تفطر تمام هي مش هتقدر تقول انا افطر من مزاجي مزهور مدام الطبيب قال لها تفطر مفيش اي مشكلة تفطر وبعد شهر رمضان تبقى تقضي هذه الايام معلاش فدية لانها مش عاملة حاجة بمزاجها يعني ايوة فهي بعد ما تخلص شهر رمضان سواء اللي بتردع سواء الحامل سواء الهارم سواء اي حد عنده عزر ممكن يفطر في شهر رمضان المريض المسافر ما هو دول اصحاب اعظام صح وبعد شهر رمضان لما يتسنى ليهم لهم يقدروا ويقفوا وتخلص الحدث اللي عندها سواء الولادة سواء الرضاعة سواء كذا تقسمهم وتصومهم قبل ما ييجي رمضان اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله تأخير الصلاة لبعد صلاة المغرب مستحب ولا غير مستحب يعني تأخير الفطار بعد تأذر تأخير الفطار لبعد صلاة المغرب بشوية نفطر الاول ولا نصلي الاول شوفي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر العشاء والعشاء فبدأوا بالعشاء اللي هو الاكل انما الاطباء كلهم قالوا لا ده انتو اخطر وجبة بتيجي وجبة الصيام لانه الدم بيتدفق بسرعة خصوصا اذا كان بقى الواحد واكل الاوي ومشكلة والشرايين بقت يعني شغلان عشان تطلع الدم وبتاع فبنعمل ايه لك افطر على التلات بلاحات بتوعك والمية اللي بتغديها او اي سائل وقومي صلي وفصلي ويعملي حركات الصلاة واختمي الصلاة ورجعها تلاقي نفسك مرتاحة وهيأتي المعدة وهيأتي الدنيا كلها ونصيحة للناس كلها بعد ما يعملوا كده ويصلوا ويرجعوا يأكلوا حاجة خفيفة وخلوا الوجبة الاساسية بعد الترويح الوجبة الاساسية الوجبة الاساسية بعد الترويح مش هيتعبوا ابدا ابدا لانه هيروحوا الترويح وهم موخمين بالاكل لو اكلوا قبل الترويح هيوقفوا مش عارفين يصلوا جملتين على بعض ولا عارفين يخشعوا ولا عارفين يقولوا اي حاجة لكن لو رايحين خفاف خفاف هتلاقي نفسك بتخشعي وتبكي من خشية اللي رجع بقى مبسوطة خالص صح ودي بقى كل الوجبة الأساسية اللي هي التقيلة بعد كده في الصحور خدي حاجة خفيفة جميل جدا جدا وفعلا دي أكيد هتفيد الجسم يعني حتى كم زي ما حضرتك قلت على الصعادة الطبي صحيا مصبوط طيب أنا دلوقتي عايزة من حضرتك نصيحة لكل اللي بيتفرجوا علينا في بداية شهر رمضان الكريم حضرتك حابة تنصحيهم بإيه وأفضل الأدعية اللي حابة تنصحيهم بيها أنهم يلتزموا بيها في شهر رمضان الكريم يدي ربنا ادهلنا نفحة من نفحات العمر اللي بيسموها وذكرهم بأيام الله نفحة جميلة جدا شهر رمضان كل دقيقة كل سنية كل لحظة اغتنموها قد يأتي رمضان تاني علينا وقد لا يأتي فإحنا هو في إدينا رمضان وفي شهر الخير والفرص الجميلة صلوا كويس قوي صلوا نوافل اقرأوا قرآن تقربوا إلى الله بالأعمال الخيرة ادعوا الله سبحانه وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة أن ربنا هيغفر لنا واللهم بلغنا جميعا ليلة القدر وجعلنا يا رب فيها من عتقائك من النار كل يوم تدعوا تقولوا ايه اللهم انك عفو وانتو حب العفو فاعفوا عنا اللهم جعلني من المقبولين جعلني من الفائزين جعلني من حزبك المفلحين وجعلني من عتقائك من النار دكتر نفين أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كل عام وحضرتك بألف خير وسعادة وربنا يا رب مقطع لنا عادة وكل رمضان نكون سوا ونبدأ دائما بحضرتك رمضان بنا يتقبل منا ومنكم ومن يشاهدنا صالح الأعمال أمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين أشكرك شكرا جزيلا يا دكتر